استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمنسبة عقاد الاجتماع السابع عشر لقادة القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تصدفه قوة دفاع البحرين وأشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال الاجتماع بالجهود التي يبذلها قادة القوات البحرية بدول المجلس في توطيد التعاون فيما بينهم من خلال استمرارهم في عقد الاجتماعات التنسيقية القائمة على أساس زيادة فعالية العمل المشترك وتسليط الضوء على تفعيل التعاون البحري القائم بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون كما نوها معالي بنتائج الاجتماع الذي تستضيفه قوة دفاع البحرين مؤكدا معالي أن هذه المساعي الحثيثة من شأنها تقوية العمل العسكري المشترك وزيادة فعالية التعاون وتوحيد التوجهات والمفاهيم المشتركة في الشأن العسكري بين القوات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يكفل لها مزيدا من التطور والمنع والقوة حيث أوضح معالي أن مملكة البحرين تدعم كافة التوجهات التي تسهم في تعزيز التعاون وتقوية التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون إيمانا منها بما يربط هذه الدول من وحدة الهدف والمصير المشترك اشتركوا في القناة